الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع دخول شهر رمضان المبارك تزداد الحالة الإيمانية قوة عند المسلمين قاطبة وكما يزداد حرصهم على القيام بالطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم ولكي يستطيع المؤمن القيام بها على خير وجه فإن ذلك يتطلب منه أن يراعي صحة بدنه في المقام الأول حتى يتسنى له أداء الواجبات الدينية من صلاة وقيام ومناسك شرعية لكن المشكلة أيها الأحبة أن قبيل شهر رمضان المبارك تشهد أسواق المواد الغذائية تدفقا بشريا هائلا ماذا يحصل؟ يحدث إرباكا كبيرا في التسوق يجعل المجتمع يحدث إرباكا كبيرا في التسوق يجعل المجتمع كله في هيئة استعداد فخم لموسم غدائي وليس لموسم عباده فتزداد التكاليف وتتضاعف على كاهل راع الأسرة وعائلها وتتراكم المواد الغذائية في المنازل وتبدأ رحلة العذاب لراعية المنزل في إعداد الإفطار العشري الذي لا يقل عن عشرة أصناف فلا وقت لديها لتلتفت إلى تربية أولادها ولا تملك الزمن الذي تقرأ فيه أورادها ولا تخشع في صلاتها وحتى لا تسل عن مفاصلها ولا عن نفسيتها حين تنتهي المهمة مع الأذان أو بعده بقليل وقد اشتعلت أعصابها وهي تصارع الوقت مخافة أن يصرعها فلا يبقى لها جسد ولا تهدى لها روح أين نحن أيها الأحبة عن الرعية والرعاة والمراعاة فكما نريد أن نرتاح أو نتعبد أو نخشع في العبادة فكذلك راعية المنزل هكذا هي هكذا تريد وما صمنا إلا أن نمسك عن شهواتنا فللصيام أثر طبي رائع على الجسد من صحة وحيوية وتقوية لجهاز المناعة ووقاية من العلل والأمراض والسموم المتراكمة في خلاياه كما يجزم بذلك الأطباء فإن الإفراط في الطعام أيها الأحبة يهدم هذا الأثر ويحرم الصائم من منفعة عظيمة كانت بين يديه ولنتذكر دائماً أيها الأحبة وصيت خالقنا الحنان المنان لنا في محكم التنزيل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكراً للمشاهدة